رفعت كينيا من حالة الاستعداد تأهبا لاستقبال قرابة عشرين رئيس دولة ونحو ثلاثين الف زائر عشية انطلاق قمة المناخ الافريقية الاولى في العاصمة نيروبي خلال الفترة من الرابع الى السادس سبتمبر الجاري ويشارك في تنظيم القمة الاتحاد الافريقي وحكومة كينيا وتعقد في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في قلب نيروبي التي شهدت اغلاق اجزاء من شوارعها امام الجمهور ويوجد ممثلون من كبار المؤسسات السياسية والمالية الافريقية في كينيا لوضع استراتيجية بشأن حلول تغير المناخ قبل القمة وتصف القمة بانها قمة تمويلية ومن المتوقع ان يهيمن التمويل وموقف افريقيا التفوضي في المحاذتات العالمية المقبلة على المناقشات